موسيقى ثلاثة ايام كانت كافية للمشاركين في اعمال هذا المؤتمر العاشر للنظام الوطني للاطباء في شات حيث قد خرج المؤتمرون خلال هذه المدة بنتائج وتوصيات عدة من بينها انتخاب مكتب جديد يتكون من سبع عضاء بقيادة الطبيب الدكتور جوناجي وايضا قد طلب المؤتمرون زملائهم في المهنة على احترام اخلاقيات وقسم ممارسة هذه المهنة في اول خطاب له رئيس النظام الوطني للاطباء في شات المنتخب جوناجي اكد حرصه على العمل في مساعدة الحكومة من اجل حلحلة تلك المشكلات التي تتعلق بصحة المواطنين فيما اكد وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح بان جميع تلك النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون ستكون اساسا لتلك الاصلاحات التي ستجريها الحكومة في عقرب وقت ممكن وطلب وزير الصحة ايضا من اعضاء المكتب الجديد لهذه المنظومة الطبية العاملة على مساعدة الحكومة في تنظيم اصلاح قطاع الصحة في شات هذا ومن المقرر ان يلعب النظام الوطني للاطباء في شات بعد الان دورا محوريا في توعية ومراقبة الممارسين لمهنة الطب على الالتزام باحترام اخلاقيات هذه المهنة التي تجبر لمن يمارسها العمل على انقاذ المرضى قبل المطالبة بتلك الحقوق المادي اشتركوا في القناة